تعالوا هنشوف الإجابات دي هنحاول نوصل للإجابات مع الدكتور محمد مرعي مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد برحب محضوك معنا في التأسع يا فندم مساء خير في زيوسف سلام يا فندم الله يخل لي تبعت معنا بيان الأستاذ خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية اللي ذكروا الأستاذ خالد داود دا كان جزء من مقال صحب ما اشروع على أحد المواقع الإخبارية موقف خالد داود لصرح به خاص به المرشح المحتمل أحمد فنطوي وأنا عاد بس أقول لحضرتك أنه هو بخصوص أنه هو استثار حضرتك البداية هو مدير مرشح محتمل يعني لم يتحول من مرشح محتمل إلى مرشح حقيقي وأمامه أمامه وقت إلى 14 أكتوبر القادم يعني يشوف أنه يجمع 25 ألف توكيل شعبي ليكون يعني عشان يعبر عتبة الانتخابات يتحول إلى مرشح حقيقي موقف خالد داود هو موقف ليس معدرا فقط عن خالد كاما هو هو قياد في الحزب المطر الديمقراطي الاجتماعي ليس معدرا عن خالد دا يعبر لا يعبر عن مرشحه فقط هو يعبر عن اتجاه واسع داخل الحركة المدينة الديمقراطية الحزب المطر الديمقراطي الاجتماعي وحتى المرشح بقاتي فريد فهران أعلن أيضا موقفه من تنظيم الإخوان الإرهابي الفارح هنا فقط في تصرف خالد داود أن خالد داود خاص بالتحديد أنه هو أحمد تنطوي وهنا أنا مش عايز أتوك تساول ما هو موقف أحمد تنطوي من تنظيم الإخوان لأن عندي كثير من الشواهد والوقائع تقول إن هو لا هو متماهي مع المصلحة مع تنظيم الإخوان الإرهابي تنظيم الإخوان الإرهابي مدرج على قائمة الإرهاب المصرية من سبتمبر 2013 تنظيم الإخوان الإرهابي مارث العنف والإرهاب ضد المصريين بتفجيرات والسيالات يعني حتى بأن هو بالتآمر حتى مع جهات أجنبية جهات أجنبية للإضرار بمصالح الدولة المصرية ومصالح الشعب المصريين بخصوص الوقاء المتكلفة على أحمد تنطوي كان فيه اكتماع من حوالي أكتر من أكتر من شهر ونص كان داخل حركة المدنية ووسحة أحمد تنطوي السأل عن مواقفهم الإخوان فخرج أول تصريح من دم طبعاً وقتها الاجتماع الحركة المدنية ما كانش مزاع فحزب العدل وحزب العدل اللي بير أصل من هو الأستاذ عبد المنع الإبام وكمان حزب الشرع المصري وبعض الشخصات وغفرة حضرة هذا الاجتماع احددت عليه على مواقفه من هذا لأنه هو المفترض يتسألوا هل أنت مواقفك إني الإخوان تقول أنها تتعامل أنت شايف الإخوان تنظيم إرهابي أم لا أو لا أتهرب من هذا السؤال جيب بعد ذلك بالضبط جيب بعد ذلك أنه هو شفنا كثير من القنوات الإعلام المعادي الموجودة في الخارج بدأت تدعم وتدعم أحمد تنطوي وترشح أحمد تنطوي جميع اللجاني الإلكترونية التابعة للتنظيم الدول للإخوان تدعم وبقوة أحمد تنطوي هناك حسابات محسوبة يعني ناس يعني غير كمان اللجان الإلكترونية تشاف صيات أصلا تشاف صيات مدرجة على قائمة الإرهاب المطرية بتدعم أحمد تنطوي حتى جئنا إلى اللقاء الذي قام به الأكياد الإخواني في الخارج أنه هو يمين حلم الجزار ويتمه حتى كمان أنه هو شيكين أنه مرشح لن أقول ما قالش بالضبط أنه أحمد تنطوي مرشحنا بس قال أنه مرشح كويس يعني كان معناه برضو أنه هو بقى الرد على الموقف المبدأي اللي اتخذه أحمد تنطوي جئنا بعد كده أنه هو حوار أحمد تنطوي مع أحد المنصات الإخبارية والسؤال سؤال صريح برضو تهرب منه هو ده تهرب أحمد تنطوي أحمد تنطوي يعني إحنا هنا إحنا أمام مصارين عموما يعني لو إحنا نتكلم في مصر حوالي إنه إحنا نحتاجين سياسة في احتيات كانت حوال وطني حركة فيه كل الجماعة الوطنية من كافة الطيرات الطيرات الليبرالية ويكتافية الطيرات حتى المصرية والقومية جميع هذه الطيرات كلهم اتطفقوا على يعني لا حوار مع كل من تلوثت أيديهم يعني 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 تنطوي رفض المشارقة في الحوار الوطني وخرج حتى على قرار الحركة المدينة الديمقراطية يعني يعني المكامل ده كمان أحمد تنطوي كان رئيسا لحزب القرامة فنوقف أحمد تنطوي ما أخذ حتى يعني قرار الغالجية اللي كانت موجودة في حزب القرامة إن هما كانوا وراء وقتها إن أحمد يعني إنت واخد نوقف رديكالي ورافض بالكلام ده فاستقل حتى من حيث بالقرامة المشهد قدامي دلوقتي أن مدينة مرشح محتامة لرئاسة الجمهورية ليس لدي أي مانع من عودة عودة تنظيم الإخوان للمشهد السياسي والاجتماع في مصر وهذا خطر نحن هنا نتحدث عن سياسة نتحدث عن أمن يعني أمن الأمن الاجتماعي نتحدث عن تنظيم مدرج على قدام التنظيم الإنهابية حالة التماهي أو حالة أنه هو الميقوعة في الموضوع من الإخوان الذي ذكرها لأستاذ خالد داود جميع معظم أقدر أنه الغالبية داخل حركة المبينية لديها نفس الموضوع لكن الفارق هنا فقط أن خالد داود أظهر هذا الموضوع مباشرة لأحمد وربما تحدث بما يدور داخل شريحة عريضة أو الشريحة العظمى من الشعب المصري حضرتك بتقول أنه هو السياسة السياسة في الموقف اللي زي دي دكتور محمد بتحتاج الصراحة والوضوح المترجم هناك أسئلة وملفات أو لا حتى لازم أعرف أنت مواقف من حياتك كتيرا جدا موجودة المترجم أنت شايف أنه هو لديك مؤهلات لتكون يعني أنه هو لتكون رئيسا لدولة بحجم مصر عليك أن تحدد مواقفك مواقفك من تنظيم الإخوال الرهايلي مواقفك كيف ستتعامل كيف نتعلق بالسياسة الخارجية المصرية في دوائل الأمن القوم المصري كيف ستتعامل مثلا مع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل كيف ستتعامل مع حلفاء مصر كيف ستتعامل مع الصين روسيا أمريكا كل هذه الأمور يجب أن تكون وضعها في بالرامج الانتخاب كيف ستتعامل مع الملف الاتصادي ليس هناك أي ملامح مهائي بأحمد طنطاوي لا يسل يعني لا يسل ملامح من برنامج انتخاب كل هو موجود مجموعة من الشعارات هو يصرخ ويهاجم الجميع يتبنى خطاب يعني ليس لها أي علاقة بالسياسة عموما هو خطاب تحريدي يعني هو خطاب إذا تم مانعي من مانعي من أنه استكمال توكيلات شعبال الترشح سيحدث مثلا كذا هذا تهديد بالطروطة بالضبط أنت مرشح رئيس المحتمل إذا كان لديك القدرة القدرات التنظيمية ولديك يعني أنا أقول لك أن أحمد طنطاوي ليس لديه أي قواعد سياسية تنظيمية في المحافظات المختلفة المطرية ثم حزب الكرامة ولو سيدك حمدين صباحي نعم هو ده دعم حمدين صباحي لأحمد طنطاوي شايفه شايفه إزاي دعم حمدين صباحي لأحمد طنطاوي أنا شايفه محيش شوية يعني هو حمدين صباحي لم أعتقد لم يحسن لم أجد له موقفا يعني حاسما من وجه نظره في تنظيم الإخبار الإرهابي لم أجد له موقفا من الميوعة السياسية التي تحدث بأحمد طنطاوي كما تعلق برغبته أو عدم امتناعه عن عودة هذا التنظيم للمشهد السياسي والاجتماع في مصر وأعتقد أن ذلك مرتبط أن الأستاذ حمدين صباحي يعني لديه يعني 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 نقدر نقولها لديه تاريخ من التعاون والتنفيق مع تنظيم الإخوان ما قبل ثور يناير عشرين حداشر وما قبل حتى يعني ثلاثين وما قبل ثور ثلاثين المشهد الذي أمامنا أن الأستاذ حمدين صباحي يدعم مرشح لديه ليس لديه منع من عودة الإخوان إلى المشهد السياسي الأكثر هنا هو ما سأقول لحضرتك الآن أن الأستاذ حمدين صباحي يقود جناح داخل حرقة المدنية الديمقراطية ويحاول فرض أحمد التنطوع على الجميع هناك لا أريد أن أسخل أشخاص ولكن حزب المحافظين حزب الإصلاح والتنمية لدينا الآن مثلا لدينا فريد زهران لدينا حزب العدل لدينا حتى جميل اسماعيل حزب التصول أغلب الأطراف وأغلب الشخصيات داخل حركة المدنية الديمقراطية ترفض المساعة التي يقوم بها الأستاذ حمد صباح لفرض أحمد التنطوي على الحركة المدنية أو كمرشح وحيد فلنعتبر أن بيان الأستاذ خالد داود هو يتحدث عن الحركة كلها وتأكيد على كلام حضرتها الأستاذ خالد داود فيما قال هو يعبر عن الغالبية داخل الحركة المدنية الديمقراطية وهو جناح آخر هو مناوق ورافض للتحرقات الذي يكون بها الأستاذ حمدين صباحي داخل الحركة المدنية وده بيأكد طبعا يا دكتور محمد أن الطيار سواء الطيار المؤيد أو الطيار المعارض بيرفض تماما وقولا واحدا عودة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المشهد السياسي في مصر مرة أخرى وموقف أحمد طنطاوي أنا ما زلت أتحدث باسم البيان اللي صدر منه الأستاذ خارج داود أن موقف مائع وحضرتك أكدت أنه طالما لم تكن هناك إجابة بنعم أو لا إذن هي نعم أحمد طنطاوي يوافق على عودة تنظيم الإخوان الإرهابي للمصريين كلهم لا هينسوا موقفهم من الشعب المصري ولا قتلهم للمدنيين شكرا جدا دكتور محمد مرعيم مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية